فكرة الاعتذار وثقافة الاعتذار اللي بتبقى موجودة ما بين الام والابن او الاب والابن او البنت طبعا الثقافة دي انتي معاها ولا ضدها؟ معاها جدا معاها بحدود ولا معاها لاي وقت واي مكان لحد ما النقصش يخلص ما بينك وما بين ابنك لحد ما النقصش يخلص ما عنديش مشكلة انا طالما غلط اعتذر ليه؟ لكذا سبب اول حاجة انا محتاجة طبعا بنغلط لازم نعترف ان انك امهات وابعط بنغلط ولما نغلط مع أولادنا لازم نعتذر لهم لازم نعتذر لأننا للأسف عندنا ثقافة الاعتذار بالنسبة لنا معناها أن أنت حد قليل أنت طالما ما اعتذرت يبقى أنت كده لا طبعاً دي ثقافة غلط تماماً بس للأسف ممودة ومنتشرة صحيح أحياناً لما بنيجي نتكلم مع الأهلي ونقول أنت لو ابنك لو غضت ممكن تعتذري له بتبتدي تقول إيه ده؟ مين ده اللي أنا اعتذر له وبتقول لي ليه اعتذرتي؟ بتقول لي كان إيه سبب إيه دهارت؟ يعني أحياناً تقول له مثلاً أنا أسف أن أنا قلت لك الكلمة دي علشان أنا كنت متضايقة شوي أو أنا كنت متعصبة شوي أو مثلاً كان في عندي مشكلة مدايقاني في المكان الفلاني بتقولي السبب بتبرري بالضبط بقول السبب وبقول كمان إحنا عندنا يعني في حاجة اسمها اللغات الاعتذار لغات الاعتذار لغات الاعتذار الخمسة يعني أول حاجة هو فيه ناس كتير قوي بتهاجم الفكرة يعني من الأول خالص كده أقولك لا لا مش هسمع أصلا أنا مش هاعتذر مين الطفل اللي أنا ممكن أعتذر له آه يعني إيه أنا أعتذر لإبني أو أعتذر لإبنتي بالزبط لكن لا إحنا لغات الاعتذار دي بنبتدي إن إحنا بنعترف إن كان فيه غلط دي أول خطوة أيها تاني خطوة أنا أسفى إن أنا عملت كده وأنا يعني ما كانش قصدي وتالت خطوة بقى ومهمة جدا 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 اللي إحنا ممكن ما بناخدش بالنا منها بنسميها بقى جبر الخواطر يعني بالعربي كده جبر الخواطر أعمل إيه علشان أخليك تسمحني أو أعمل إيه علشان ما تبقاش أنت زعلان زعلان مني بالزبط يوم تبسني بقى لا لا دايما نحاول نخليها حاجات معنوية يوم تبسني بقى حياجة عشان يصلاحني يوم يقال له طب مش بيصال حق لا نحاول نربطها بحاجة معنوية آه يوم معنوية مش مادية حل يعني معظم الوقت إنها تكون حاجة معنوية ادينا هيك لعمل سهلينها علينا أنا ممكن أبسط شدي خالص تعالى مثلا هات حضن آه تعالى خديه مثلا طب طبيعة ليه آه طب إيه رأيك بقى إحنا هنقض مع بعض النهار ده وقت حلوة قوي تعالى نعمل ندخل المطبخ مع بعض نعمل شوقت في صور نعمل حاجة قوي ونتفرج على فيلم سوا مثلا رشدة جميلة واضحة صريحة لكل الأمهات اللي ممكن يكونوا غزبا عنهم بيغلطوا ضغوط الحياة بتحطوهم أحيانا في مواقف بيرجعوا يندموا ويزعلوا أنهم عملوها إزاي نوجههم إزاي نعلمهم إزاي نديهم نصيحة يقدروا يكملوا بيها مشوار الأمومة ومشوار التربية لأنه مشوار صعب ومش مشوار سهل طبعا أول حاجة خالص محتاجة تكوني كويسة عشان كل اللي حولك يكونوا كويسين دي أهم نصيحة الأم محتاجة أنها تخلي بالها منها ماينفعش نقول البيت مهم الولاد مهمة جوزي مهم شغلي مهم كل الحاجات دي وفي حتة في الكتاب كده منقول طب وإنتي دورك فين لا استني في آخر الصف يا ست الكل لما نجيلك ومش هنجيلك علشان إحنا مش فاضين ضغوط الحياة طبعا كتيرة جدا ولكن إحنا محتاجين نتعامل معاها بهدوء شوية طب أجيب الهدوء منين إن أنا أاخد بالي من نفسي أنا لو كويسة هيبقى كل اللي حولاها كويسة كل اللي حولاها هيبقى كويسة أنا محتاجة صبر 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 من هنا لوقت قد إيه علشان أقدر إن أنا أحتوي الولاد وأقدر إن أنا أسمعهم ولو عندي أكتر من طفل مفيش نظام تربية بيمشي على كل الأطفال زي بعض لأنه كل واحد شخصية بردوء كل واحد شخصية مختلفة صحيح وكل واحد له احتياجات مختلفة طبعا طبعا وطباع مختلفة طبعا كل حاجة مختلفة فأنتي محتاجة أن يكون عندك الطاقة اللي تخليك إن أنت تقدر يتستوعي بكل دول صحيح أنا بشكرك إنك نورتنا النهاردة ومرسي جدا على الكتاب الجميل ومرسي على نصايح المهمة وأتمنى إن إحنا نقابلك تاني ونتكلم أكتر فيما يتعلق بالجزء التربوي في حياتنا لأنه حقيقي زي ما قلتلكم هي حكاية يمكن أهم حكاية في حياتنا هي أولادنا حقيقي أنا بشكرك مرسي اتكلمنا عن موضوع مهم اتكلمنا عن رحلة مهمة اتكلمنا عن حكايات مهمة جدا في حياتنا وطول ما إحنا مدربي طول ما إحنا بنتعلم طول ما إحنا ما هنقابل مواقف طول ما إحنا ما لازم نتعلم إزاي نواجهها صح مش غلط بنغلط مش عيب إحنا بني قدمين بس لما نغلط نتعلم من أخطأنا ابنك أو بنتك محتاج يشوفك سعيدة محتاج يشوفك قوية محتاج يشوفك بصورة كويسة وعشان يقدر يشوفك بالصورة دي لازم تكوني أنت كويسة علشان هو يكون كويس لأنه لو شافك ضعيفة ولو شافك حزينة ولو شافك قليلة صدقيني بعد شوية ده ممكن ينعكس عليه هو بشكل مش كويس أنا بشكركم على الحسن المتابعة وأتمنى أن إحنا نكون درنا نضف لكم النهاردة معلومة جديدة فيما يتعلق بالتربية كان معانا النهاردة الأستاذة سلوى بسيوني واللي تكلمنا معاها عن كتاب حكاياتنا وحكايات أولادنا مواقف حياتية من رحلتنا التربة وإيه؟